وإلى شرق أوكرانيا حيث تبقى الهدنة المعلنة في الأول من سبتمبر الجاري محترمة رغم بعض الانستفزازات من قبل الانفصاليين الذين أطلقوا النار 21 مرة الليلة الماضية على مواقع الجيش الأوكراني في المنطقة الواقعة باتجاه دونيسك وفي منطقتين لوهانسك وFDFK استخدم المتمردون الرشاشات والأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية الوضع بدأ سيئا بشكل أكبر في المنطقة الواقعة باتجاه مريوبيل التي شهدت استخدام قذائف الهاون من عيار 122.82 مم في كل من شروكنا وطلقوفكيا كما أطلق المتمردون النار من قذائف صاروخية ومدافع رشاشة بمنطقة محطة لوهانسك ونوفا زوفانوفكا بالإضافة إلى ذلك مواقع الجنود الأوكرانيين بالقرب من قرية لوهانسك تم إطلاق النار من قبل قناصة وفي اتجاه كل من دونيازك وماريوبول تم الكشف عن خمس طائرات بدون طيار القوات المسلحة لأوكرانيا وعلى الرغم من استفزازات المتمردين تتمسك بثبات باتفاقات ميزك